مرد ما عن إعادة بناء الحاطة الوطنية الجزائرية من 1945 إلى غاية 1953 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأفكر مصدر ومرجع المعلومات شتالت الأحزاب السياسية في الجزائر منذ نشأتها في مطلع الثاني العشرين لإطار التنظيم والهيطة الرسمي للحاطة الوطنية فقد حاولت جاهدة تطوير نشاطها وتشديد برامجها بهدف استرطاب المناصرين لها لتحقيق أدنى من المطالب بعد أن أصبح الوعي السياسي واليقظ الوطنية يحريتان الأوساط الجزائرية ويدفعانها إلى العمل لنين مطالبها وهذا ما إنعتساء لتوجه مختلف التيارات السياسية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وما نتج عن ذلك من تطورات جميع الأصعيدة حيث تعرضت الأحزاب الوطنية للحل وسجن زعمائها ونفيهم وبعد مجازر الثامن مايه 1945 ميلادي تأكد للشعب الجزاري والقاعدة السياسيون بأن فرنسا لا ينفع معها سياسة اللين ومن ثم تغيرت طريقة المطالبة بالحروق إلى العمل الثوري وحدثت تغيرات داخل الأحزاب وحتى خلافات لاسية ما داخل حزب حارة انتصال الحريات الديماريطية ولهذا وقع اهتمام على دراسة موضوع إعادة بناء الحارة الوطنية الجزائرية من 1945 إلى غاية 1953 ميلادي الإشتالية إن دراسة موضوع الحارة الوطنية وإعادة بنائها من 1945 إلى غاية 1953 ميلادي هي الدراسة في غاية الأهمية تطرح مجموعة من التساؤلات تتمثل في تيفا ساهمت وقعت بها الحارة الوطنية في تبلور الوعي الثوري فيما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا حميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ومبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد